واليوم حديثنا عن قصور الكلاوة الخطر الصامد اللي بيهدد مرضى السكري والضغط موجودة معنا الدكتورة هيباني مرزياد أخصائية الباطنية والكلاوة صباح الخير أهلاً وسهلاً دكتورة صباح الوقت لكم و للمتابعين الكرام أهلاً وسهلاً فيكي الله يسعدك يعني موضوع قصور الكلاوة الإصابة فيه وأديه بيرتبط بأمراض زي مرض السكري والضغط فتحكي لنا هاي العلاقة بداية مع مرض السكري هلأ في البداية بتمنى الشفاء لجميع المرضى أمين لازم نعرف شغله هلأ مرض السكري يعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً على مستوى العالم تقريباً يقدر عدد المصابين بالأردن تقريباً بين 20 إلى 30% إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه مرض السكري يعتبر المرض رقم واحد بأنه يؤدي للفشل الكلوي وبالتالي وصول المريض لمرض غسيل الكلا بصير إشي كتير مهم أنه إحنا لابد أن نسلط ضوء عليه ونوجه المرضى للطريقة الصحيحة لأنهم يعالجوا على بكير وبالتالي يتجنبوا هاي المضاعفات على المدى البعيد نعم طيب يعني منعرف أنه مرات مرض السكري ومش مرات بأغلب الحالات ما بيجي فراد دائماً بيجي مع أمراض تانية مع الكلة والتأثير على الكلة كيف بيكون هذا الموضوع؟ شو هاي الخطورة اللي ممكن يوصل لها؟ أغلب الأحيان مرض السكري بيجي عند الناس للأسف إله علاقة بنمط الحياة غير الصحي اللي صار شائع عند الناس فبتلاقي مريض السكري غالباً هو مريض الضغط نفسه ومريض الدهنيات هو مريض القلب واللي بيعاني من ضعف عضلة القلب أو بيروح بيراجع بعمل قسطرات متكررة هو نفسه مريض النقرص هو نفسه المريض اللي عنده تصلب في الشرايين طبعاً شرايين الكلة وأوردتها ليست في معزل عن بقية شرايين الجسم فبالتالي هي متلازمة تيجي سواه أغلب الأعراض وكل واحد منها إله بدل يبدل وخلينا نقول وضرره على الكلة إذا اجتمعت معاً المضاعفات صارت أشد وأقوى نعم طيب إذا بنحكي عن اليوم العلاجات والطبئة اللي عم بيقدمه وسواء لمرضى السكري ومرضى الضغط اللي عم بيصاحب ليه الأسف يعني قبل شوي كنا عم نحكي تحت الهواء عن نسب ونسب مخيفة للأسف إذا بتشاركينا فيها أيضاً هلأ يعتبر مرض السكري هو مرض رقم واحد عالمياً في أنه يؤدي للفشل الكلوي ومرض الضغط هو ثاني أكثر من الأمراض شيوعاً لأنه يؤدي لهذا المرض يقدر عدد المرضى في الأردن اللي مصابين بالسكري تقريباً 20 إلى 30 بالمية الدراسات بتحكي أنه تقريباً تلتهم ممكن يوصلوا لأنهم يعانوا من قصور الكلة إذا ما تم علاجهم بشكل صحيح 10 بالمية تقريباً من هدول الناس إذا ما تم علاجهم وأهملوا نفسهم ممكن يوصلوا للمرحلة النهائية من القصور الكلوي اللي هو غسيل الكلة هلأ إذا أخذنا بعيني الاعتبار أن القصور الكلوي درجات وكل ما كانت الدرجة في أولها كل ما أعطينا للمريض فرصة بأنه يعيش حياته من غير أي مضاعفات من غير أي أعراض وعيش حياته بشكل طبيعي وخاصة أنه مرض الكلا بالذات هو مرض صامت ما بتيجي الأعراض فيه إلا إذا تقدم المريض في المراحل لمراحل متقدمة إحنا بنحكي عن الرابعة والخامسة فما رح تفرق مع المريض كتير لو ظل بالأولى والثاني وأموره مستقرة عليها هذا الحكي كيف بيصير؟ بشكل أساسي عن طريق السيطرة على المسببات المسببات عندنا هون اللي هي الضغط والسكري طبعاً هناك تناسب ترضي بين مدة الإصابة يعني أكيد مريض صل عشرين سنة مصاب مش زي مريض خمس سنين والشغل الثاني تناسب ترضي بين السيطرة على المرض مريض تراكمي مثلاً عشرة مش زي مريض تراكمي خمسة حتى لو إنه مدة الإصابة كانت أطول ويمكن هاي يعني هاي النقطة اللي عم تحكي عنها كتير مهمة لأنه يمكن في اليوم عم نسمع عن كتير مرضى مصابين بيئة السكري مثلاً بيأخذوا دولاء السكري ويحكوا لك خلاص أنا بأخذ دولاء السكري معناتوا بأكل برياحة وما بهتم لللايف ستايل تبعي وبينسوا بأنه كل ما ارتفعت حتى لو ظل تحت الإطار المقبول الفحص التراكمي السكر التراكمي ولكن بيكون في خطورة أخرى ممكن يضر جزء آخر من أجزاء الجسم هلا إحنا لو أخذنا أنت يعني نوحتي لإشي كتير مهم اللي هي خلالي نحكي الدايت أو الأكل لهدول المرضى للأسف زي ما حكينا أنه هدول المرضى بيكونوا بيعانوا من أكتر من شغلة لما نيجي نقول للمريض أنت محروم من السكر ومن الخبز ومن هاي الأشياء تبعونا السكري أنت محروم من الملح مشان الضغط أنت محروم من الأكل الدهني أنت محروم من الأكل اللي فيه نقرة زي اللحوم والبقوليات الإشي الطبيعي أنه يصير عند المريض ردة فعل يتفاجأ أقول لك أنا شو رح أصير آكل فيبطل يلتزم بأي إشي من هدول الأشياء الحل المنطقي أنه يكون المريض عقلاني يقلل الكمية ويقلل النوعية لحتى يسهل أنه يصير موضوع استدامة هلأ بما يخص موضوع الضغط لازم ننوه لشغلة مهمة هلأ أهم عامل في أنه يصير عدم السيطرة على الضغط أنه المريض ما بلتزم بعلاجه ما بيأخذ قراءات دورية بالشكل الصحيح أنه يكون قاعد مرتاح ما أخذ القراءة ويسجل القراءات الدورية إحنا إيش منقصت كل يوم هلأ مش شرط كل يوم لكن على الأقل أنه يكون في بين فترة وأخرى قراءة بيأخذها المريض بطريقة صحيحة في بيته بعد ما يأخذ دواء ويسجلها طبعا الإنفعال إشي طبيعي أنه يرفع الضغط ما بنفع أنا أكون مثلا جاي من مشوار وتعبان وآخذ قراءة الضغط وأقول ليش عالية هاد متوقع أنها تكون عالية الشغلة الثانية اللي هي الحمية هلأ دايما إحنا نحكي لمرضى الضغط لابد من الالتزام بأكل قليل الملح هلأ المرضى أغلبهم شو بحكولك أنا ما برش ملح على الأكل لكن إحنا مشكلتنا مش برشة الملح على الأكل طبيعة أكلنا منتشر فيه الأملاح بشكل كبير يعني هلأ بجوز المرضى يتفاجرون من الخللات الأجبان الألبان الجميد والمنصف كلها بتحتوي على الأملاح بالضبط مثلا حتى رب البندورة والتبس الفليفلي بنستخدمه بالأكلات من طبعنا مليان ملح يعني لما نيجي نحكي هنا تقريبا مسموح ملعق الطعام صغيرة واحدة من الملح في 24 ساعة تصفي الكمية إذن لازم يكون المريض قوعة لإلها وفعلا بصير فيه تدبدب بالقراءات بعد ما المريض يتناول وجبات زي هيك تلاقي دائما ضغط مستقر هجأ ارتفع نعم طيب دكتوري إذا بدنا نمشي يعني اليوم مرضى شأن أم أبينا نسب كبيرة وعالية مصابين بالسكر مصابين بالضغط وللأسف احتمال إصابتهم بقصور الكلا كتير وارد هذا الموضوع إذا اليوم بدنا نحسن من حياتنا نحسن من اللايف ستايل تبعنا ذكرت موضوع الضيط إيش في كمان أمور مهمة لازم أن نركز عليها عشان نحمي أنفسنا المرضى أنه من أول ما يكتشف مرض السكري على الأقلية كل ست شهور لسنة يروح يعمل الفحوصات يكتشف فيها قصور الكلة هلأ قصور الكلة اللي بنعبر عنه في مرض السكري أو خلينا نقول أنه الكلة متأثرة مش شرط نحكي كلمة قصورية يمكن الناس تخاف منها بتم عن طريق أساسية بشكل فحصين اللي هم فحص الكرياتيني اللي أغلب الناس بتعرفه والإش التاني اللي هي فحص الزلال بالبول أو اللي بنعرفه بمصطلح البروتين في البول وجود أي منهم بدل على وجود تأثير الكلا بمرض السكري لحصن الحظ فيه علاجات أثبتت فاعليتها إنها تساعد المريض تخفيف الزلال تبعته بالإضافة لوجود دكاتر اللي بيساعدوه إنه سيطر على الأمراض الأخرى نكتشفها ونتدخل فيها فأي مؤشر أو أي عامل ممكن يساعد على ضرر الكلا نسيطر عليه فعلى المدى البعيد المريض فعلياً بيكون عم بيكسب سنين بحياة كلها خلينا نقول كونتيتي أند كوليتي مش بس جودة الحياة تبعته ورح تكون ممتازة من غير أعراض فيه علاجات بالإضافة لنمط حياة نعم إذن شكراً لوجودك معنا دكتور على هاي النصائح وعلى هاي الإضاءة على هذا الموضوع اللي بالفعل يمكن زي ما ذكرنا هو مرض صامت بيكتشفوه بمراحل متأخرة ولكن اليوم الفحوصات موجودة وأيضاً العلاجات موجودة شكراً لإلك دكتور شكراً إليك بتمنصحها للجميع شكراً للاستضافة بالفعل الله يحمي الجميع ويقيهم من الأمراض ديروا بالكم على صحتكم غالية جداً